أهلاً بالجميع مرحباً بكم في صف الرسم للأمهات اليوم سوف نتعرف على العناصر التكوينية الأساسية النقاط والخطوط وطائرات هي العناصر السلاسة الأساسية للفن في الجزء العلوي هناك نقاط بألوان مختلفة أسفل ذلك يوجد خط سأعرض عليكم أمثلة لرسومات مختلفة في دقيقة واحدة وآمل أن تتمكنوا من ملاحظة الخطوط المختلفة أدنى يمكنك رؤية مستطيل ومسلس ودائرة مليئة بالألوان يسمى الشكل المملوء بلون مثل هذا المستوى الآن دعنا نتحدث أثناء النظر إلى الرسومات المختلفة معا هذا رسم يستخدم العناصر السلاسة جميعها النقاط والخطوط والمستويات إنه رسم لمزهريات ونباتات وفواكه وما إلى ذلك ملقات على الطاولة لكنها غير ملونة بالعادة أليس كذلك؟ يمكننا أيضا رسم صورة فريدة مثل هذه باستخدام عناصر النقاط والخطوط والمستويات هناك تفاحة على اليسار وأكواب مختلفة على اليمين ما هو القاسم المشترك بين هذه الرسومات؟ تم رسمهم جميعا باستخدام النقاط فقط يتم التعبير عن المناطق الصاطعة بنقاط أقل ويتم التعبير عن المناطق المظلمة بالكثير من النقاط يستغرق الأمر وقتا طويلا ولكن بمجرد أن تركز عليه سوف تنغمس فيه دون أن تدرك كم مرة من الوقت على اليساري منظر طبيعي للأمطار وعلى اليميني منظر طبيعي من الأمواج ما هو القاسم المشترك بين هذه الرسومات؟ هذه المرة اكتملت الرسومات فقط بالخطوط وليس بالنقاط في الواقع لا تبدو أشكال السحب والأمواج بهذا الشكل ولكن اعتمادا على قلب الشخص الذي يرسمها يمكن رسمها ببساطة من خلال التعبير عن الخصائص الرئيسية لأي موضوع هناك ظهور على اليسار ويد على اليمين هذا أيضا رسم تم استكماله بخطوط فقط لكنه يبدو مختلفا عن السابق أليس كذلك؟ أعتقد أنه يبدو أكثر قطامة لأن الخطوط مقتزة للغاية يتم التعبير عن كلا الرسمين بخطوط ولكن إذا نظرت عن كسب هناك فرق يمكنك أن ترى أنه يتم التعبير عن الزهور في خطوط مستقيمة فقط بينما يتم التعبير عن اليد بخطوط منحنية فقط يتجه الخط المستقيم مباشرة والخط المنحني ينحني تبدو منحنيات اليد مسيرة للاهتمام لأنها تشبه بصمات الأصابع كلاهما يعبران عن موجات لكن الرسمين مختلفان تماما أليس كذلك؟ تلتقط الصورة اليسرى الموجات المتلاطمة من بعيد والصورة اليمنى تلتقط الموجات الدقيقة التي تتصادم على مسافة قريبة جدا حتى عندما نعبر عن نفس الموجة يمكنك أن ترى أنها تتغير كثيرا اعتمادا على كيفية ملاحظتك لها والتعبير عنها دهونا نلقي نظرة على مشهد أكثر إصارة هذه المرة على اليسار قرية وعلى اليمين يوجد بحر إذ نظرت إلى الخطوط التي تعبر عن أرض القرية على اليسار والأمواج على اليمين يمكنك أن تشعر بالمنحنايات الناعمة بشكل عام في الواقع لا تبدو القرى والأمواج بهذا الشكل ولكن يمكن لأي شخص الرسم من خلال تخيلها بحرية أين رأيت الرسمة التي على اليسار؟ إنها لوحة فان جوخ الشهيرة ليلة النجوم لأن هذه اللوحة مشهورة جدا يرسمها كثير من الناس الصورة التي على اليمين هي رسم رسمه شخص ما لعمل فان جوخ باستخدام الخطوط فقط على الرغم من أنه تم التعبير عنه باستخدام قلم أسود فقط ألا يبدو المشهد سلاسي الأبعاد؟ يرجع السبب في ذلك إلى أنه كلما اقترب المشهد زاد عدد الخطوط المرسومة لجعله أكثر قطامة وكلما كان المشهد بعيد قل عدد الخطوط المرسومة لجعله أكثر نعومة تعبر هاتان الصورتان أيضا عن المناظر الطبيعية هل يمكنك معرفة الاختلاف في السطور المعبرة عنها في الصورتين؟ على اليسار يمكنك رؤية شخص على طريق بمظلة كان يوما ممترا لذلك تم التعبير عنه بالغيوم والظلام إذا نظرت عن كسب إلى الخطوط يمكنك أن ترى أن الخطوط القصيرة مجمعة بشكل منتظم من ناحية أخرى الصورة على اليمين عبارة عن منظر طبيعي يرتكز على مبنى بدلا من منظر طبيعي ويمكنك معرفة أنه تم استخدام الكثير من الخطوط المستقيمة بشكل عام لأن المبنى صلب وصلب بسبب طبيعة المبنى يمكنك أيضا أن ترى أنه بينما ترسم الصورة الموجودة على اليسار خطوطا في اتجاهات مختلفة فإن الصورة الموجودة على الخطوط اليمنى المعبرة عنها في اتجاه واحد أو اتجاهين وأيضا جزء واحد ملون باللون الأحمر للتأكيد هذه رسومات للعديد من الأنوات المختلفة المصنوعة من الخطوط هناك خطوط مستديرة وخطوط حادة وهناك أيضا أشكال مختلفة معبئة بكسافة إذا نظرت إلى السجاد واللحف والستائر واللوحات وما إلى ذلك فلابد أنك رأيت أماط مختلفة كهذه إذا كنت تتدرب على الرسم خطوط مختلفة مثل هذا فسيكون من المفيد جدا لك الرسم في المستقبل ماذا يعني هذا؟ هذا ليس رسما لكائن معين يعبر عن شكله قد يرى البعض هذا ويشعر أنه نوع من الحيوانات والبعض قد يشعر أنه نوع من الطبيعة والبعض الآخر قد يشعر أنه يعبر عن مشاعر معينة من الذي تعتقد أنه يعبر عنه؟ استخدم خيالك وفكر فيه لا يمكنك معرفة ما يعبر عنه هذا أيضا أليس كذلك؟ يبدو نوعا ما مثل الخربشات إذا نظرت عن كسب إلى هاتين الصورتين يمكنك أن ترى أن جميع النقاط والخطوط والطائرات مختلطة بحرية تماما مثل هؤلاء لا يعني الرسم بالضرورة رسم كائن معين كما يظهر في بعض الأحيان تتعمد حسف أو تحويل أو تشويه ما تريد التعبير عنه أثناء التفكير في الشيء الذي تريد التعبير عنه وتخيله يبدو هذا الرسم أيضا مثل الخربشات للوهلة الأولى قد يبدو الأمر وكأنه مرسوم على عجل دون أي جهد لكن من الصعب علينا التحكم بهذه الطريقة قد يكون الشخص الذي رسم هذا قد رسمه كثيرا من التفكير فيما يريد التعبير عنه إذا نظرت عن كسب إلى الصورة يمكنك أن ترى أن النقاط والخطوط والطائرات مختلطة تماما ما رأيك بهذا؟ ما هي العواطف التي تأتي إليك؟ تخيل بحرية دعونا نلقي نظرة على هاتين الصورتين إنها رسومات مختلفة تماما للمناظر الطبيعية عن الرسومات السابقة ما هو أكبر اختلاف عن الرسومات السابقة؟ يمين في السابق لم تكن هناك ألوان أو كانت أجزاء قليلة فقط ملونة لكن هذين العنصرين مليئين بالألوان يمكن القول أن هذا هو عنصر الطائرة لذلك يمكن التعبير عن مليئ بالألوان على أنه مليئ بالطائرة على الرغم من أنك إذا نظرت إلى السماء والجبال في الصورة على اليسار فهناك بعض الخطوط المنقطة الآن دعنا ننتقل إلى الجزء العملي نشاط اليوم يسمى رسم محيط أعمى على الرغم من أن الإسم يبدو طويلا وصعبا إلا أنه في الواقع بسيط للغاية وممتع يشير إلى الرسم من خلال النظر إلى كائن ما دون النظر إلى الورق ورسم بخط واحد فقط دون رفع القلم عن الورقة فيما يلي خطوات النشاط أولا قم بطلاء الورق باستخدام اللون الذي تريده هذا هو الجزء المقابل للطائرة ثانيا بعد أن يجف الطلاء انظر إلى وجه الشخص الآخر دون النظر إلى الورقة وأرسم باستمرار دون كسر الخط هذا هو الجزء المقابل للخط ثالثا بعد الرسم يمكنك رسم النقاط بحرية أينما تريد هذا هو الجزء المقابل للنقطة دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة هل تبدو سيئة حقا؟ لأننا لا ننظر إلى الورقة ونرسمها في سطر واحد بالطبع ستظهر صور غريبة المظهر سبب قيامنا بهذا النشاط ليس فقط لأنه ممتع ولكني أردت أيضا أن أخبرك أن الرسومات الجيدة لا تتعلق فقط بمدى جودة رسم شيء ما بالضبط كيف يبدو؟ لذا حتى لو لم تستطع الرسم جيدا آمل أن لا تخاف أو تخيف قد يبدو هذا غريبا بعض الشيء لكنني أردت إظهار وجودة مثل هذا التنوع في الفن آمل أن تتمكن من خلال هذا النشاط من رسم نقاط وخطوط وطائرات مختلفة والاستمتاع بالرسم سوف أرشدك خلال الواجب المنزلي يرجى تضمين صورة للعمل واسم طفلك وشرح العمل ويرجى تحميله في اليوم السابق للحصة الأسبوع المقبل لقد كنت سعيدا جدا بوجود الفصل الدراسي معكم جميعا شكرا جزيلا لك على المشاركة في الفصل شكرا جزيلا لك